ثم بيّن الحق جل جلاله كيف دبّر لعبده ورسوله عيسى وكيف نجّاه وكيف أخفاه عن أنظار أعدائه ورفعه إليه سبحانه فقال جل جلاله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الآن رقم خمسة خمسين آية جميلة الله جل وعلا يقول لعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أي اذكر يا محمد إذ قال الله تعالى لعيسى إني متوفيك أرجو أن تنتبه معي أي اذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال الله تعالى لعيسى صلى الله عليه وسلم إني متوفيك وظاهر المعنى أي مميتك إني متوفيك أي مميتك فأصل فعل التوفي في اللغة أخذ الشيء وافيا تاما من فيقال توفاه الله فيقال توفاه الله أي قدر عليه الموت أي أماته ويقال توفاه ملك الموت أي أنفذ فيه أرادة الله فقبض روحه وأصرح من هذه الآية آية سورة المائدة ألا هي قول الله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شايد قال ابن عباس رضي الله عنهما هي وفاة موت وقال غيره بل هي وفاة نوم أي رفعه الله جل وعلا إليه بعدما ألقى عليه النوم لأن النوم يطلق لأن التوفي يطلق أيضا في القرآن على النوم مجازا كما في قول سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلو ما جرحتم بالنهار وكما في قول تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى آية سورة الزمر أي وأما التي لم تمت الموت المعروف المقدر عليها من الله جل وعلا بقبض روحها فيميتها ربنا في منامها موتا شبيها بالموت التام فالنوم وفاه والموت وفاه ولكن يفصل بين المعنيين الاستعمال وموضع السياق قال الحسن وغيره في قوله إني متوفيك أي إني قابضك من الأرض ومخلصك في السماء أي إني قابضك من الأرض ومخلصك في السماء ورافعك إليه زيادة في بشارة عيسى بالرفعة إلى محل كرامته سبحانه وموطن ملائكته ومعدن النزاهة عن الشرور والأدناس كما قال تعالى في شأن إدريس ورفعناه مكانا عليا بل زاد الحق جل وعلا في بشارة عيسى إعظاما وإكراما فقال جل جلاله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر أي مطهرك من دنس افترائهم عليك وعلى أمك الطاهرة العذراء العابدة البتول ومطهرك من سوء عشرتهم ولؤم صحبتهم وما كان يرمونك به أو يرومونه منك من الأذى والشر والقتل ثم زاد الله جل وعلا البشارة سرورا فقال سبحانه وتعالى وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون بشارة عظيمة أي سيجعل الله جل وعلا الذين اتبعوك على منهاجك وملتك ودينك ودينك الحق الذي جئت به من عند الله سبحانه وتعالى سيجعل الله الذين اتبعوك من الحواريين ومن المؤمنين من أهل الإسلام من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ممن آمنوا بنبوته ورسالته وممن آمنوا بنبوة عيسى ورسالته ووصفوه بما يستحقه سيجعلهم الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ظاهرين بالحجة والمنعة والقهر وسيرجع الجميع بعد ذلك إلى الله للوقوف بين يديه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه اختلفون من أمر الدين ومن أمر الدنيا